موسيقى لو الإنسان شاهد قلبه يحتز عندما يسمع شخصا يتكلم على مسلم من مسلمات الدين أو على شعيرة من الشعائر أو يروج للفساد فكلما كان تفاعله النفس سلبا وإجابا أقوى كلما كشف عن قوة إيمانه أو ضعف إيمانه لا سمح الله كما هو واضح ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام فلو أن مرئا مسلما مات بعد هذا فلمجرد أن أحد أولئك المغيرين والمعتدين والعصابات المسلحة القادمة من قبل معاوية لمجرد أنهم أغاروا على إمرأة مسلمة أو معاهدة فانتزعوا بعض حجلها وقرطها وخلخالها وأنها لم تكن تمتنع منهم إلا بالاسترحام والاسترجاء فيقول أمير المؤمنين عليه السلام فلو أن مرئا مسلما مات بعد هذا لا أسفا ما كان به ملومة بل كان به عندي جديرة هذا من علائم الإيمان أن الإنسان يحزن لأي مصيبة تحل بمؤمن يمر بفقير يحزن له تارتنا عن الإنسان يصور نفسه وهو كان فقير كم هو مؤلم أن يفترش على الأرض ويلتحف السماء يسمع عن يتيم ويتامى يسمع عن أرملة وأرامل يتألم يتألم بالفعل يحزن يتكدر خاطره هذا من علائم الإيمان الأمير يقول لهذه الدرجة مجرد تسمع أنه أغاروا على مسلمات ولم يعتدوا على أعراضهن إلا بهذه الدرجة أنه انتزعوا منهن الأقراط والحلي وما أشبه ذلك فلو أنه مرئاً مؤمناً مات بعد هذا أسف من من الناس يموت من شدة الحزن لمجرد خبر يسمعه عن فتنة أو انفجار أو قتل أو ما أشبه ذلك هذه من علائم الإيمان إذن من علائم الإيمان أن يفرح الإنسان لما يرضي الله تعالى وأن يحزن الإنسان عند حدوث كل ما يسخد الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر